أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش سلطة تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن هذا الإجراء لم يحدث حتى الآن أي تغييرا على مستويات القوات الأمريكية وأكدت أيضا أن الاستراتيجية الأمريكية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم داعش الإرهابي